طبعاً موضوع ابن الله نهاجم مراراً وتكراراً أنت خادم وخادم معروف وبتعمل برامج دفاعيات وبتكتب وبتتكلم وهذا السؤال دائماً بيتكرر من جاوب عليه بيرجع بيتكرر من جاوب عليه بيرجع بيتكرر من جاوب عليه ويعني في حرب ولسيما في هوية يسوع في هذا أو إذا هذا الموضوع فإذا ممكن توضح لنا فكرة يسوع ابن الله ما هو المقصود يعني أنا أتذكر الحوار اللي حدك أشارت إليه في قيصرية فلوبوس كلمة المسيح ابن الله الحي كانت إعلان من الله الآب لبطرس والمسيح أثنى على هذا ولم يعترض على إعلان بطرس واعترافه يعني المسيح ما قالوش إلي بتقوله ده بطرس أنا طوبة أنا ما إلا ابن الإنسان لكن أكد أكد يعني طوبة لك أكد وأثنى وهنأه على هذا الاعتراف أي نعم أنا ابن الله إذن المسيح يقر ويؤكد أنه هو ابن الله وأنا بقول ابن الله أرجو من كل المشاهدين أن يستبعدوا تماما أي علاقة جسدية جنسية تزاوجية فالكتاب المقدس لم يعلم مطلقا أن الله اتخذ صاحبة وأتى بالمسيح لم يعلم مطلقا أن الرحمن اتخذ ولدا أبدا لم يعلم مطلقا أن المسيح جاء إلى هذا العالم نتيجة تزاوج إلهي مع القديسة العزراء مريم لكن ابن الله هي كلمة أوسع بكثير عن ذهن الإنسان هي كلمة تصف لنا المعادلة والتمثيل والإعلان معادلة تمثيل إعلان مثلا لما رح ليحنى واحد لما يقول في البدء كان الكلمة والكلمة اللي هو ابن الله لأنه بعد شواء بيقول لابن الوحيد الذي وفحتنا الأب وخبر والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كان عند الله أزلية الإبن لم يأتي في مرحلة لاحقة للآب وتميزه وتميزه فهنا في تميز في الأقانيم لكن كمان في معادلة في الأزلية فإبن الله معناه بالضبط المعادلة والمسيح قال باعتباره ابن الله من رآني فقد رأى الآب أنا والآب واحد المعادلة كمان الإعلان الله لم يره أحد قط لابن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر وما يقولش الذي كان في حدن الآب لكن هو في حدن الآب حتى لما جاء إلى الأرض لم يترك هذا الحد في علاقة بين الآب والابن يبقى عندي معادلة وعندي كمان إعلان عندي كمان حاجة اسمها التمثيل أو النيابة أي أن الله عندما كان يريد أن يتواصل مع البشر حتى في العهد الأديم كان المسؤول عن الظهور للبشر قبل التجسد هو أقنوم الإبن فأقنوم الإبن هو الذي ظهر مع الفتية الثلاثة في آتون النار أقنوم الإبن هو الذي جاء وكان مع إبراهيم ومعه ملكين وسجد له إبراهيم وقال شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماط أو هو اللي شافه دانيال في دانيال الصح 7 باعتباره ابن الإنسان الذي تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسان فده اسمه التمثيل أو الإعلان يبقى عندي تمثيل وعندي مسواة وعندي معادلة المسيح مش ابن الله لما تولد من القديسة العزراء مريم لأن أحيانا البعض يقول لك أنا موافق إن المسيح ابن الله لأنه ملوش أب بشري لأن المسيح ابن الله قبل أن يولد من القديسة العزراء مريم أرسل الله ابنه هو ابن الله قبل أن يرسل مولودا من امرأته الكيفية والطريقة مولود أجل الطريقة الولادة الولادة في ملء الزمان الولادة لها بداية في ملء الزمان أما بنوة المسيح لله هي بنوة أزالية معادلة للآب والروح القدس لم يتقل عنه مثلا في أمثال 30 ما اسمه واسمه ابنه إن عرفت في كلام أجور ابن مطقية مسا لما الكتاب مملوء بالإشارات إلى أزالية الإبن لم يقول منذ وجوده يعني لما سأل هذا السؤال آسف من صعد إلى السماوات ونزل وبيتكلم عن الرب أوكي ما اسمه وما اسمه ابنه إن عرفت تمام تمام والمسيح يؤكد هذا القول أمام نقدموس وقال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء وأنا متخيل نقدموس يعني يرفع وش تلفوء يبصل تحت يقول له كيف في السماء وأنت أمامي الآن لأنه في ذات الوقت اللي فيه المسيح كابن الإنسان أمام نقدموس هو بذاته على العرش لم يترك العرش ولم يترك السماء فهو ابن الله الأزلي الأبدي فلما أقول ابن الله مش لأنه تولد بدون زرع بشر فمش لأيه له أب فقولنا ابن الله لكن ابن الله يعني المعادلة والمساواة والنيابة والتمثيل بس كمان اختر لنا لقب يقول عنه في يحنى 13 وكمان في يحنى 1 يحنى 1 بيقول لنا أعتقد في عدد 18 لابن الوحيد الذي هو في حدن الأب هو أخبر يحنى 13 يقول هكذا حب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد هو ابن الله بس اختار لقب جميل اسمه ابن الله الوحيد ابن الله الوحيد الكلمة في جذورها اليونانية تعني ابن وحيد لا تكرار له واحد من نوعه واحد من نوعه لا مثيل له يعني نحن أبناء الله بالتبني كلنا كمؤمنين أبناء الله الملائكة أبناء الله بالخلق آدم يتقل عنه ابن الله بالخلق المباشر شعب إسرائيل لما الرب قال للموسى يقول لفرعون اطلق ابن البكر كل الملائكة أبناء الله بالخلق المباشر أما المسيح بنوته من نوع تاني مختلف بنوة وحيدة الجنس لا تتكرر لا تكرار لها ده معنى كلمة ابن الله المعلن لله المعادل لله